ومن هذه الصور المباشرة من لندن حيث تجري الاستعدادات لبدء جنازة الملكة الزبث الثانية غدا الاثنين كثفت العاصمة البريطانية تدبيرها الأمنية لأولي جنازة رسمية تقيمها منذ وفاة رئيس الوزراء الأسبق وينستن تيرتش العام 1965 وقد وضعت بريطانيا خطة وصفت بأكبر عملية لضبط الأمن والحماية في تاريخ المملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية فيما بدأ عدد من قادة العالم بالتوافد إلى لندن للمشاركة فيما أطلق عليه بجنازة القرن إذن تستعد قوات الأمن في العاصمة البريطانية لأكبر مهامها على الإطلاق لتأمين العاصمة لندن ويتم نشر قرابة ألفين فرد أمن من التعزيزات ومن المتوقع أن يتدفق على العاصمة البريطانية نحو مليون شخص غدا الاثنين وتعد هذه العملية أو عملية الشرطة لتأمين الأحداث الأكثر تعقيدا في تاريخ العاصمة البريطانية الجدير بالذكر مشاهدين بأن عرض الجنازة أو جنازة الملكة إلزابيث سيكون في 125 دار سينما حول المملكة المتحدة أعلنت الحكومة البريطانية السبت أن الجنازة الرسمية للملكة سيتم عرضها في أنحاء بريطانيا وعلى شاشات ضخمة في الحدائق والساحات وأيضا الكتادرائيات قالت وزارة الثقافة من جانبها أنها ستعرض الجنازة على التلفزيون البريطاني الرسمي وعلى عدة قنوات أخرى من المتوقع أن يحضر زعماء العالم في الجنازة ويشارك رؤساء دول، رؤساء وزراء وأفراد من العائلات المالكة من جميع أنحاء العالم في جنازة الملكة التي توفيت في الثامن من سبتمبر هذا الشهر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة